مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملت لكم طريقة لحمة العزايم بس بطريقة جدان حلوة ومرتبة ونظيفة ومستحيل اللحمة تتكسر معاكم ولا البطاطا يعني وشكله كده مرتب في التقديم وتصدقوني جدان حلوة قربوها ممكن ما فيهاش اختلاف عن حنيد اللحم وتقدرو تعملوها على طريقتكم يعني لكن روعة شوفوا ما شاء الله يعني بحيث انه كل واحد ياخد كده طبق رز وعليه لحمة هذه الطريقة حلوة اول شي اللحمة ما تلتعبش يعني ما تتكسرش معاكم كل واحد بياخد له قطعة مع رز قربوها بتشوفوا بتعتمدوها وخصوصا انه حلوة في العزايم الكبيرة او عندكم مناسبات او يعني عندكم قطاع لحم ما عندكمش اوصال لحم كبيرة يعني اللحم يكون مقطع قطاع صغيرة جدا مناسبة ببدأ شرح مفصل من البداية اني عندي عزيمة وعندي نص دبيحة طبعا نص الدبيحة مقطعة اوصال يعني قطاع لحم واني دايما احطه بالفريزر لما يجري الدبيحة اغلفه باكياس وحطه بالفريزر كل قطع الوحدة وهنا عندي البهارات طبعا طلعت اللحم يفوق او يدوب وقهست بهاراتي اول حاجة بعمله بقهز الاشياء اللي بحطة مع اللحمة عندي بطاطا وبصل تقدروا بس لحمة من غير بطاطا وبصل هذا الشي راجع لكم وهنا الله يرضى عليهم اخي وزوجي يساعدوني لانه انتم تعرفوا اني اني انصبت بيدي وقطعت يدي فالحمد الله على كل حال زوجي هنا يقطع لي ويقشر البطاطا الله يرضى عليهم يبارك فيهم اول حاجة ايش منسوي منفتح اللحمة من الاكياس او التغليف بعد ما دابت وبنبدأ نشطفه بالماء ليش نشطف اللحمة بالماء لازم يعني يدى القزار وكمان لما حاجة تكون مفرزنة بالفريزر حلو انها تنشطف لازم تشطفوها ننضفوها تمام بالماء لما كده تحسوها نضفت تمام الان نبدأ نتبله عندي هنا البهارات السبع او السبعة بهارات او البهارات اليمنية نزلت لكم طريقته اضفت ملعقة كبيرة اضفت كمان ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود اني افضل الفلفل الاسود يكون يعني مطحون فرش يعني عادكم طحنتوه ما يكونش قديم دبام وكمان اضفت ملعقة صغيرة من الكركم واكيد الملح حاسبه على كل كيلو لحم ياخد ملعقة كبيرة ملح او 12 جرام من الملح انا عملت ملعقتين كبيرة ملح مليانة وهنا اضفت ملعقتين كبيرة من العسل انا احب اضيف العسل جدا روعة مع اللحم اذا ما تشوش تضوفو العسل عادي تضوفو صياسوس حلوة او ممكن تضوفو سكر ممكن ده بستمر بس كيف تضوفو السكر السكر لازم يتكرمال على النار بعد ما يتكرمال تضوفو له ماء يعني تخلو زشيرة المكرملة بضيف كده حق 3 ملاعق زيت لازم اضيف كده كمية زيت والان بضيف البطاطا وكمان البصل البطاطا شرخوها حاجة بسيطة عشان يعني تدخل التتبيلة فيها يعني اخزق كده بالسكين وخلص قلبوها تمام مع اللحمة مع البصل كله تمام يتقلب خلص الان جاهز الان باجيب ورق زبداء وقصدير بقى الطعام قطع صغيرة وببدأ اضيف بالكل ورقة اضيف قطع لحمة وبطاطا وبصل وشوية من السائل اللي نزل من التتبيلة يعني من الماء ودورش عليها فلفل وملح وخلص واغلفو كل قطع الوحدة يعني صدقوني من احسن الطرق اللي بتعملوها اعمل لي ورق زبداء واعمل القصدير القصدير دايما اذا بتدخلوها بالفرن اكيد حاجة بتدخلوها بالفرن دايما عملو القصدير على الجهة اللي تلمع تمام مش على الجهة المطفية الجهة اللي فيها لمعه هي اللي تغلفو فيها اللحمة او اي حاجة تدخل الفرن والجهة المطفية تكون حاجة للفريزر للتلاقة يعني حاجات باردة هنا شوفوا ما شاء الله غلفت كل وحدة يعني كل وصلة أخذ وصلة وبصلة يعني وصلة لحم يعني فقرة ممكن الرقل ممكن يد عرفتوا كيف قطعة بس من اللحم مع بطاطا وبصل رشة ملح ورشة فلفل وأبدأ أغلفه طبعا هنا شوفوا اقتطاع معايا شوية القصدير لازم تمام تكتموا غلفوا مرة ثانية أخد قصدير وغلفته تمام عادي لو انفتح معاكم غلفوا أهم شي تكمروا تمام تكتموا اللحمة يكون عندكم وصلة ضلع كده صغير يعني يكون قليل في بلحمة لازم نضيف بلحمة زي ايش ضفت له مقحفة نحن نقول له او الكتف ضفت له وصلة من الكتف وضفت بطاطا وبصل وكمان من السوس هذا اللي يبقى تحت لما تبلت اللحمة وملح وفلفل وغلفة زي كده نفس ما موضح لكم لما تكونوا الوصلة صغيرة زي قلت لكم ضلع او ضلع دفولة وصلة قنبي وصلة لحمة عشان كل واحد ياخد يعني اللحمة تمام تكون خلاص هنا ما شاء الله غلفت كل وصل للحم ومعاها بطاطا وبصل وكمان اللحمة وخلاص كله جاهز الان باجيب ايش صينية الفرن اي صينية معاكم حق فرن جبوها وبدأوا رصوا اول اني غلفتها شوفوا دي عندي صينية غلفتها بالقصدير عشان ما تتوسخش عليها الصينية او تتبهدل عليها وبدأنا نروس كل قطاع اللحم كده يعني كل قصديرة جن بعض طبعا بقولكم هذه الطريقة تقدروا تعملوه بقدر الضغط نفس بقدر الضغط او بالفرن بس اني لانه معيه يعني كمية كبيرة وما عنديش قدر الضغط كبير فاني بحطه بالفرن عرفتو كيف لكن انتم اذا عندكم كمية يعني صغيرة عارح وعندكم قدر الضغط كبير حطوه في قدر الضغط لكن اني قدر الضغط عندي صغير عشان كده معملتش قدر الضغط حطتوه بالفرن وبدأنا نغلفوه تمام بالقصدير شوفوا كيف نغلفوه يعني عملتوه مرتين بالقصدير لازم اكتموه تمام يعني تمام نكتموه شوفوا عملت قصدير وكمان عملت فوقه مرة تانية اهم شي ما خليش الهواء يخرج منه نحن منعمل مكتوم او نعمل مخمود لحم اهم شي نكتموه تمام تمام طبعا هذه الخطوات تقدروا تعملوها من الليل ودخلوها التلاقة وتاني يوم تدخلوه الفرن يعني تحضير مسبق جدا حلوة ومريحة خلاص الان يكون الفرن ساخن اعلى حاجة يكون حامل الفرن بعد ما يكون حامل الفرن تمام دخلوه اللحمة خلوها ساعة اعلى نار يكون المدة ساعة على نار عالية بعد الساعة لازم تتنقص اوضع حاجة عندكم بالفرن وحسبوه له من اقل حاجة ثلاث ساعات الى خمس ساعات انا قلست معايا خمس ساعات بالفرن على نار شمعة اول ساعة نار عالية بعدين وطعت النار بعد ما شاء الله خمس ساعات شوفو كيف طلعت اللحمة ايش اقول لكم دايبة مش مكسرة ابدا شوفو كيف البطاطا متماسكة اللحمة دايبة متماسكة مش مقطعة ده انتم عملتوها بكل بيقصدير واحد كله بيكون كده مكسر اللحم لكن هنا كل واحد يخر على صحنه اللحمة ويفك على صحنه وشوفو كيف دايبة والبطاطا دايبة البصلة دايبة واني دايبة بطبخي ما شاء الله طبعا الصراحة كان جدا لذيذ اني اشتركوا تقربوا وصدقوني طريقة حلوة خصوان الممتدئين ما شاء الله اللحمة روعة جدا روعة والله وهنا عملت معا اني ايش رز بس شوفو الرز هاد مش رز حضرمين عملتو الرز بطريقة جدا حلوة وسهلة بنزلكم اياه فيديو الوحده اه الرز لانو شوفو هذا الرز ينفع لي ايش لانو اني يدي انقطاعات ما قدرتش اعمال رز مكشان او رز بكشنا وكده فعملت هذي طريقة الرز جدا حلوة تنفع للعزايم ولي مش قادرين يعني ما عندو مش وقت انهم يكشنوا ويعملو كشنا وكده هذي قدن حلوة طريقة طبعا على طريقة اختي الرز اللي يعطيها الصحة والعافية دعواتكم له فهي نقدتني قال لي افضل طريقة تعملي دي الطريقة فشوفو ما شاء الله هنا قدمتو كل كده هوري رز حطت علو قصدير لحمة او ممكن تحطوه صحن كبير وعلو ثلاثة قصديرات لحم يعني على حسب العدد اللي بياكلوا بالصحن عرفتو كيف ذا العزيمة يعني يكون هذا الصحن كان ليجارتي بالعافية عليها طبعا باكلمكم على نقاط مهمة اذا كان اللحم طازق خلاص تبلوه بملح وفلفل وكركم وعسل فقط مش داعي تضوفو البهارات اليمنية والسبعة بهارات خلاص اني بس لاني اللحمة مفرزنة معايا احب اضفلوه البهارات المشكلة او اليمنية وكمان ياخد اللحم الطازق ياخد اقل وقت من ساعتين الى ثلاثة بالكتير يعني اذا كانت اللحمة صغيرة بس اذا كانت كبيرة تاخد اكتر بس والله هده الفيديو بالعافية ليولكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنتس حلو منكم